موسي ممكن يكون صعب تاخد دورة أبطال أفريقيا وأصعب أنك تاخد دورة أبطال أفريقيا للسنة الثانية على التوالي وبالتالي طموح الأهل أن ياخد دورة أبطال أفريقيا للسنة الثالثة على التوالي إزاي يحافظ الأهل على تحقيق النتائج الإيجابية اللي بتتحقق في المسلمين اللي فاتوا قريا بعد سبع سنوات من الغيابة عن التطويق أعتقد الحفاظ على الاستقرار الإداري داخل النادي الآن اللي هيحافظ على الحلم ده والطموح ده لا سيامه وان متوسط عمر الفريق اللي موجود حاليا 26-27 سنة فعندهم الساعة مش يكمله ويكمله 3-4 في هذا الشكل يعني والاهلي يعني دائما تضخ بعناصر جديدة علشان تحمل رأيه في المستقبل اعتقد ان الفريق ده مستقر ويقدر يملك المقدرة على المنافسة في العام المقبل والحقيقة يعني الاهلي لا يشبع بطولات بمجرد ما بيخرج من بطولة فبيعتبرها تاريخ وبيفكر في البطولة التالية مباشرة يعني خلاص دور ابطال افريقيا خلاص من البقاء ده وقت خلاص تجد البطولة تانية اللي هي الدوري البطولة المتاحة قدامه دلوقتي وبطولة كاس ماترو وبعد كده السوبر الافريقي وبعد كده كاس عام الاندية فدايما الناد الاهلي وده قدر الناد الاهلي وقدر اللي بيلعبوا فيه وقدر ادارته وقدر لعبته وجهازه الفني ان جمهوره دايما بيطلب البطولة يعني فدي حتى بتحطهم تحت مستمعني لما خاد السوبر الافريق المرة العادة يعني هو بيحتفل بالسوبر الناس كانت بتطلبه بتقول له العشرة اهلي فتقول لهما يا جماعة طب دوني فرصة احتفل بالبطولة دي عشان اخد دي بمجرد ما خاد العشرة بيفكروا في الحادية عشر فطبعا دي طموحات موجودة وازم يكون عندك الطموح ده عشان تقدر تعمل وتحقق انتجازات طب انا سمعت نقطة منك اولا الاستقرار الاداري استمراره هيفيد الاهلي في استمرار النجاحات استقرار الاداري بمعنى ان المجلس الحالي يستمر في الانتخابات المقبلة هو اللي يكسب ولا اي نوع من انواع الاستقرار الاداري طبعا بالطبع يعني وجود ناس فهمة بتدير كرة القدم جوة النادي الاهلي وشخصيات ادارية جيدة ومويزة وتجانس وتناغم داخل مجلس ادارة النادي الاهلي اعتقد ده هو اللي بيفرض الاستقرار على النادي كله اعتقد ان بعد الانجالات الكبيرة دي اعتقد ان فرصتهم كبيرة انهم يستمروا وخصوصا كابتن محمود الخطيب كابتن محمود الخطيب يعني كارزمة جدا شخصية لها قيمة جدا لدى الاهلوية سواء اعضاء او جماهير اعتقد ان اذا قرر خوض الانتخابات المقبلة اعتقد ان فرصته تفوق اي حد